من عدن إلى شبوة إلى سقطرة تواصل الميليشيا التابعة للإمارات والمتمثلة بالمجلس الانتقالي تقويض عمل السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية والتابعة للحكومة الشرعية هنا في أرخبيل سقطرة البعيدة عن مواقع الحرب اتهمت السلطة المحلية الإمارات بدعم تمرد قام به عناصر من كتيبة حرص الشواطئ التابعة للواء الأول مشاه بحري التمرد جاء بعد إعلان كتيبة حرص الشواطئ لانضمام إلى ميليشيا المجلس الانتقالي بدعم إماراتي باستمرار سياسة الإمارات السعية لنشر الفوضى ودعم مخطط التقسيم في المحافظة وأمام واقع التمرد الذي قامت به عناصر من حرص الشواطئ أمهلت السلطة المحلية في الأرخبيل عناصر الكتيبة 24 ساعة لإنهاء التمرد مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا التصرف الشائن والداعي إلى الفتنة والانقسام وبالعودة إلى أسباب التمرد تقول مصادر عسكرية إن الكتيبة المتمردة والتي تحوي ضباطاً مولين للإمارات انقلبت على قيادة اللواء بعد أن تلقت وعوداً من قبل المندوبين الإماراتيين وقيادات الانتقالي في الجزيرة بالحصول على رواتب مجزية أسوة بقوات الحزام الأمني وذهب مراقبون إلى اعتبار أن مخططات الإمارات الساعية إلى نشر الفوضى في محافظة سقطرة لم تكن وليدة اللحظة ففي أواخر ديسمبر الماضي عمدت الإمارات بعد اقتحامها مطار سقطرة إلى تهريب عناصر أمنية مطلوبة للسلطة المحلية وأمام استمرار محاولات نشر الفوضى في سقطرة حملت مصادر مسؤولة في السلطة المحلية السعودية نتائج ذلك خاصة في ظل تعمودها عدم صرف رواتب وحقوق الجنود التابعين للحكومة الشرعية الأمر الذي شجع بعض العناصر للانضمام للعناصر التخريبية